أرادت طالبان تحسين موقفها التفاوضي مع واشنطن فجاءت تفجيرة كابول الأخيرة لتدق المسمار الأخيرة في نعش عام من المفاوضات بدعوى إحلال السلام في أفغانستان فيما تمهيد الانسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من البلاد كان جوهرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية هجمات كابول التي أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنها وأصفرت عن مقتل جندي أمريكي وأحد عشر شخصا آخرين أعلن إلغاء المفاوضات وإلغاء اجتماع سري مع قادة كبار بالحركة في منتجع كامب ديفيد أما وزير الخارجية مايك بومبيو الذي سبق وأعلن رفضه التوقيع على الاتفاق مع طالبان في مقابلة حصرية مع مجلة تايم الأمريكية أكد في خمس برامج تلفزيونية أنه يتعين على الحركة أن تغير سلوكها وأن ترامب لا يريد مكافأتها على سلوكها السيء مشيرا إلى عدم اتخاذ قرار بعد بشأن سحب القوات الأمريكية الرئيس ترامب اتخذ القرار السليم وإذا لم تلتزم طالبان وإذا لم ينفذوا الالتزامات التي قدموها لنا الآن على مدى أسابيع وفي بعض الحالات على مدى شهور فلن يقلص الرئيس الضغط لن نقلص دعمنا لقوات الأمن الأفغانية التي تقاتل بكل قوة هناك في أفغانستان عملية تفاوض ولدت ناقصة وعقيمة منذ البداية كما وصفها صادق صديقي المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية مؤكدا في تصريحات نقلتها أفق نيوز ووكلة أنباء أفغانية أخرى أن طالبان تقتل الشعب الأفغاني بأوامر من قطر إلغاء قال صديقي إنه يعكس المخاوف الأفغانية والأمريكية في ظل عدم توقف هجمات طالبان حتى أثناء نعقاد الاجتماعات نرى بقوة أن ما أعلنه رئيس رامبلا يعكس المخاوف التي أثيرت في أفغانستان وكابل فحسب بل في واشنطن أيضا ورهن صديقي السلام الحقيقي بتوقف طالبان عن العنف وإجراء محادثات مباشرة مع الحكومة نؤمن إيمانا راسخا بعملية يمكن أن تقودها الحكومة الأفغانية والشعب الأفغاني عملية ستقودنا إلى سلام كريم ومستدام سلام لن تقتل ماه طالبان بعد الآن الأفغان هذا ما نعتقده وبذلك يعود المشهد الأفغاني للمربع الأول مرة أخرى بعد أن كان يفترض أن يشهد بتوقيع اتفاق سلام بين واشنطن وطالبان دارت الكثير من الشكوك بشأن جدواه إلا أن واشنطن كانت تريد به إنهاء الصراع الدامي المستمر على مدى نحو عقدين من الزمان لبرنامج هنا الرياضة رندا فتحي ترجمة نانسي قنقر